من يسيطر على مديريات الساحل الغربي؟ ما طبيعة تواجد الدولة بمؤسساتها في المديريات التي يقال عنها محررة؟ ما الذي تفعله الميليشيا المدعومة من الإمارات في مديريات الساحل؟ أهلا بكم حين كانت كتائب ألوية العمالقة والمقاومات التهمية تحرر مديريات الساحل الغربي بدءا بباب المندب وذباب مرورا بالخوخة ومناطق الشريط الساحل الجنوب للحديدة كان طريق عفاش وما يسمى بالحرس الجمهوري لا يزالون في الجانب الآخر يدربون القناصة ويقاتلون تحت قيادة أوعال الحاكم في انقلاب ضد الجمهورية تبدلت الأحوال وقتل الحوثيون حليفهم صالح وبدعم الإمارات أصبح طارق يقود أكبر ميليشيا خارج إطار الدولة في الساحل الغربي إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه في ظل المتغيرات الحاصلة في الميدان بالمناطق الساحلية هو أين الدولة مما يحدث هناك؟ وما الذي يجري هناك فعلا؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير في الساحل الغربي يتشكل وضع غير معلوم الملامح تتداخل فيه الأجندات السياسية لأطراف عدة مع وضع عسكري غير محسوم ما جعل المشهد في المديريات المحررة يبدو كحالة فوضى لا يسيطر عليها أحد طوال مرحلة ما بعد التحرير ظلت مديريات الساحل الغربي مناطق تخضع لسيطرة قوى عسكرية موالية للإمارات ومعزولة عن الهيكل الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية إلا أن كثرة عدد التشكيلات العسكرية المرابطة في المنطقة زاد المشهد تعقيدا إداريا تنقسم هذه المديريات بين محافظتي تعز والحديدة لكنها عمليا لا تتبع السلطات المحلية في هاتين المحافظتين بل تبدو السلطة الحقيقية في يد الألوية العسكرية التي تقاتل هناك وخصوصا القوات التي تتبع طارق صالح قائد ما يسمى بحراس الجمهورية وهي قوة عسكرية تمولها الإمارات ولا تتبع وزارة الدفاع منذ فترة تتحدث تقارير عن توجيهات لفصل هذه المديريات عن محافظتي تعز والحديدة كخطوة نحو تثبيت الوضع القائم هناك تلبية لرغبة إماراتية وعلى هذا النحو جرى فيه مقرار النائب العام بتكليف رئيس نيابة المخى بالنظر في قضايا المديرية وباقي المديريات المحررة كنيابة مستقلة ميدانيا تتحدث تقارير محلية عن اعتقال لمواطنين بينهم مسؤولون في السلطة المحلية من قبل التشكيلات العسكرية التابعة لنجل شقيق صالح وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن مهام أجهزة الدولة المحلية ولماذا لم يعد تفعيلها على الرغم من مرور نحو ثلاثة أعوام على تحرير هذه المناطق وعن المهام الحقيقية لهذه القوات العسكرية التي لا تأتمر بأمر السلطة الشرعية للبلد ولا تعترف بها في تعز خرجت مظاهرات احتجاجية ترفض ما أسماه منظم المظاهرة مخططا إماراتيا لعزل مديريات المخى وباب المندب والوازعية وذباب عن المحافظة معبرين عن رفضهم لعمليات التصرف في الأراضي العامة والخاصة التي تمارسها قوات العميد طارق اللافت في هذا المشهد المختل أن الحكومة الشرعية وسلطاتها المحلية المعنية غائبة عن المشهد بشكل كلي بحيث يبدو كأن هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية قد تركت فريسة بيد جماعات مسلحة تخوض حروبا بالوكالة لمصلحة أجندات إقليمية ويبقى مواطن هذه المنطقة ضحايا دولة غائبة وحرب غير محسومة إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الأستوديو الصحفي ونشط السياسي وديعطة وسينضمعهم وآخرون بداية المساء الخير أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام مرحبا أهلا بك أستاذ دعني أسألك سؤال عام ربما طرحناه أكثر من مرة على طولة المساء اليمني وهو من الذي يحدث في الساحل الغربي نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم لتسليطكم الضوء بشكل دائم على ما يقري في الساحل الغربي خصوصا في المناطق التي يقال عنها محررة ما يقري بأن هناك غياب حقيقي للدولة لا يزال حتى الآن الدولة لا تتواجد ولا تهتم بالشرعية في هذه المناطق الساحلية التي يقال عنها محررة ولا كأن الشرعية تعتبر هذه المناطق جزء من الجمهورية اليمنية التي يفترض أن تهتم بها أسوة بكل المناطق التي هي في المحافظات التي تتواجد فيها الحكومة الشرعية أو على الأقل تتواجد فيها بعض مشاريعها ويتحرك فيها بعض وزراؤها حتى الآن منذ تحرير هذه المناطق أو ما يمكن الإصطلاع عليه تحريرها لم يزر وزراء في حكومة الشرعية هذه المديريات ولم يعتمدوا فيها أي مشاريع تنموية تقعلنا أن أمن بأنهم يطبعون الوضع الذي يقري في هذه المناطق الساحلية هل هي تتبعهم عمليا؟ وهذا الذي يقعنا للأسف كأبناء لهذه المناطق الساحلية نشعر بأن هناك تهميش مستمر لمنهقية علي عبدالله صالح الذي اتبعها تقاه مناطق الساحل بشكل عام وليس للحددة فقط حتى مناطق الساحل تعز التهميش ورثه عبدالربو منصر هذه وحتى الآن لا يزال يتعامل بنوع من الإقصاء لأبناء المناطق الساحلية بشكل عام لا يزال حتى الآن مغيبين عن التمثيل الحقيقي في إدارة الدولة وفي السلطة وعلى مستوى القرار وحتى على مستوى القيادات العسكرية العليا لا يزال حتى الآن محافظة الحديدة ومناطق الساحل بشكل عام مغيبة عن إصرار وترصد من قبل الشرعية للأسف ولذلك أعتقد بأن هناك هدفا ما للشرعية من مسألة هذا الإهمال وكأن هناك رغبة ما من قبل التحالف ليستعر جمر الغضب من قبل الشارع في هذه المناطق الذي يمكن أن يتحول إلى غضب ليس على المستوى الرسمي فقط بل حتى على المستوى الشعبي ولا ربما هناك جهة معينة تريد أن تخلق حراكا ما يشبه الحراك الذي قرى في عدن خصوة أن المظلومة التي متواجدة في هذه المنطقة أعمق زمنيا مما قرى في عدن إذا ما قلنا بأن في عدن مثلا ظلم لمدة 24 سنة في المناطق الساحلية في الحديدة وفي المناطق الساحلية في شكل عام تعاني من ويلات التهميش والإقصاء والظلم تعاني منذ ثمانين سنة وأكثر من ثمانين سنة تقريبا خصوة مناطق الحديدة التي منذ أن سيطر عليها الإمام أحمد والإمام يحيى في حربهم الغادرة على الزرانيك عام 1926 وفي مطلع العشرينيات إلى اليوم لا تزال هذه المناطق تعاني التهميش وتعاني ظلم المركز في صنعاء وتوارث الرؤساء مع الأسف عبد الرحمن الإرياني والحمدي وعلي عبد الله صالح كلهم تقريبا لم يتعاملوا مع استثناء للإنصاف إبراهيم الحمدي الذي أولى مدينة الحديدة اهتماما مدنيا انعكس حتى على مستوى تخطيطها المدني استاذ وديد لو أوضحنا للناس والمتابعين أيضا بالإجابة عن سؤال من الذي حرر مديريات الساحل الغربي تعز والهديدة نعم هذا السؤال ينبغي أن يدرك الناس إجابته لأنه للأسف اليوم تصدر المشهد من يريد أن يسطع على هذه الانتصارات والتي دفع فيها الشباب يعني شهداء من أهم الشباب الذين يعني بدلوا أرواحهم ودماءهم لهذه الأرض يعني حينما كانت بداية التحرير كان في منتصف فبراير في منتصف 2017 تقريبا بدأت المعارك من ذوباب وباب المندب تحديدا وواصلت إلى المخة وما بعد المخة أيضا في ديسمبر تحديدا كان هناك تحرير أول مديرية مديريات محافظة الحديدة وهي مديرية الخوخة كانت قوى العمالقة القنوبية بالإضافة وهي قوى يعني في قسم منها أيضا قوى مؤدلقة سلفية وهناك كذلك كتائب وألوية لواءين كانوا حينها اللواء الأول تهامة واللواء الثاني كان في صدد التأسيس وكان يقودهما حينها اللواء يعني العميد أحمد الكوكباني والقائد عبد الرحمن حقري وكان هناك أيضا في المقابلة أيضا وفي التزامن مع هذا التحرق أيضا كان هناك يتم إنشاء كتائب جديدة أيضا على مستوى العمالقة وعلى مستوى اتهامة في هذه اللحظات التاريخية من عمر الاتهامة ومن عمر المناطق الساحلية بشكل عام مقاتلي من أبناء موزع من أبناء الوازعية من أبناء المخة من أبناء ذوباب يعني هذه الحرب على سوئها أيضا خلقت قيل أيضا حمل السلاح وبدأ يترجم مسألة الحب لهذا الوطن والحب والإفتداء لهذه الأرض عمليا يعني هناك من قدم دمه وقدم روحه وهناك من قدم أطرافه أيضا وهم معاقين وقرحاء اليوم نتيجة هذه التضحيات وللأسف بينما كانوا يحررون هذه المناطق كان في الاتقاه الآخر أيضا طارق عفاش لا يزال يقاتل تحت إمرأة أبو علي الحاكم وكان يزال يحمل بندقية ضد الجمهوري الذي أسقطها وكان يقود ما كان يسمى بالحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي كان يملكها تقريبا أكثر من 16 لواء عسكري كانوا تحت يده كانوا يستخدمون ضد الدولة في ديسمبر بالتحديد كان طارق عفاش لا يزال في صحاري شبوى يبحث عن ملقى وبقدرة قادر يعني وبقدرة الإمارات كذلك ذهب إلى عدن ومنها ذهب إلى الساحل وبدأ ينشئ قوات يسمع أسطورته العسكرية الذي تريد أن تسوقه كما لو كان هو الذي مسيطر اليوم على هذه المناطق اليوم طارق عفاش يريد أن يتدخل في كل تفاصيل نعم أنت ربما قلت ويريد أن يسيطر ودعني أسألك ألم يكن هو مسيطرا سأسمع لي إجابتك أستاذ وديع بعد أن ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية أمين المشولي الناطق الرسمي لملتقى وجهاء أبناء ساحل تعز عبر الأقمار الاصطناعية من تعز مساء الخير أستاذ أمين مساء النور السابعة أهلا معك أستاذ أمين خرجتم اليوم شهدت مدينة تعز تظاهرة لأبناء المناطق الساحلية تنددون وتطالبون ببعض المطالب هل لا سمعناها بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أختي العزيزة وتحية لصوت ابن تهام الحر الأخ وديعطاه هذا الصوت الذي استطع أن ينقل مأساة تهام أكثر من الإعلام الرسمي التابع لحكومة الشرعية وبالنسبة لما يدور اليوم هنا في تعز ما تتحدثين عنه لم نقم بمسيرة إنما قمنا بوقفة احتجاجية لإيصار رسالة معينة ستتبعها فعاليات أخرى قد تتنوع ما بين الفينة والأخرى بحسب ردة الفعل من السلطة المحلية في تعز نحن اليوم حينما خرجنا خرجنا لتوقيه رسالة فقط نعم ما هي أذن وبالنسبة لكل هذه الفعالية التي نحن بصددها لاحقا سنعمل على إعلانها عبر المواقع الرسمية التي نحن سننشئها وربما تصل إلى وسائل الإعلام في التوقيت المناسب نعم إذن لو تسألنا أستاذ أمين عن مستوى التغيير الذي شهدته المخة كمديرية مركزية في ساحل تعز منذ تحريرها حتى الآن ما يدور اليوم في مديرية المخة تحديدا وفي الساحل الغربي ابتداء من مضيق باب البندب ووصولا إلى قرب ميناء الحديدة هو عبارة عن أحداث تتوالى بين الحين وبين الآخر لا لشيء إلا لسيطرة طرف معين هذا الطرف الذي كان بالأمس يقاتل مع الميليشيات الإنقلابية وأرد اليوم أن يبسط نفوذه تحت هيفطة أخرى وهي حرس القرارة المهورية وما إلى ذلك السؤال الذي يطرح نفسه اليوم الجهة التي قامت بتعيين مدير عام لمديرية المخة من خولها ومن أعطاها لتقوم بهذا التغيير هذا السؤال يطرح نفسه أيضا اليوم من يدي ترك المناطق هو طارق عقباش ويعز لمن أراد بأن يصل إلى نعم أليس المحافظ هو من قام بهذا التعيين بغض النظر ما هي الإعلية التي أخرج بها هذا القرار إلا أن لمن يحكم الأرض الدور البارز في وصول هذا الشخص وغيره من الأشخاص اليوم السلطة المحلية هنا في تعيز حينما ترسل أفراد يديرون مؤسسة أمنية أو مدنية لماذا لم يتم القبول بهم ولو أخذنا تحديدا مدير أمن مديرية الوازعية دائما أكرر في ذلك مدير أمن مديرية المخة تم تعيين من الإخوة القائمين على المؤسسة الأمنية في تعيز لكنه لم يقبل من الذي جعلهم يقبلون هذا الشخص الذي تم تعيينه من قبل الأخ نبيل شمسان ولم يوافقوا على الآخرين أليس أن لهم مآرب أخرى هذه المآرب حتما ستظهر في يوم من الأيام وسيندم الجميع بداية من رئاسة الجمهورية ووصولا إلى المواطن العادي من يدير أي مؤسسة صغيرة نحن اليوم نحذر في مناطق الساحل أن التغيير الذي يحصل هنا في الساحل الغربي للتعز من الخوخة شمالا وإلى باب المندب قنوبا إنما ربما يسعى إلى خلق ميليشيات وهي ظاهرة هذه الميليشيات قد يكون لها سطوة معينة قد يتألم من أهل الجميع نحن اليوم في الساحل نتألم من هؤلاء الناس لو أخذنا مثلا أحد المدرسين تم قتله ورقمه في أحد شوارع المخوة ولم يتحدث عنه الإعلام إلا محدود جدا وإلا من سيتحدث سيتم مسألته بل بالعكس قد يرمى به في السجل ولا يستطيع أحدا أن يبحث عنه هناك انتهاكات أخرى أراضي الدولة اليوم تم مصادرتها وهي أراضي للدولة على شاطئ البحر الأحمر ولا يستطيع أن يتحدث حتى ملك هذه الأراضي المواطنين البسطاء الذي نزرع فيهم النظام البائد الخوف والرعب قال هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يحركون ساكنا نحن اليوم في الساحل عملية التهربة الممنهجة الذي يسعى إلى فرضها من يقومون على تلك المناطق كفرض أمر واقع إنما هو لشيء آخر لكي تنمو لحومهم وتكبر كروشهم وتنمو أرصدتهم من هؤلاء الناس البسطاء ومن عرقهم لا يسمح لأي كان من أبناء مديرية الساحل الغربي لمحافظة تعز أن يقوم بأي عمل ما إلا إن كان ولأه لهذه الميليسيات التي تم إنشاءها ومن إنشاءها إنشاءها طارق علي محمد عبدالله صالح هذا الرجل أين كان قبلها أريد أن أطرح سؤالا هنا للمشاهد الكريم وللأخ طارق محمد عبدالله صالح أخي طارق من أنت حتى تحكم هذه المنطقة هل أنت عسكري؟ فلماذا تتحدث؟ أنك تمد يدك لأبناء تعز وأنك ستوجه سلاحك معنا إلى الحوثي ألم تتحدث قبل الأيام القريبة الماضية أن شرعيتك هي بندقيتك؟ ما هي الرواية التي نستطيع أن نحكم بها عنك؟ هل شرعيتك بندقيتك؟ من هي شرعيتك؟ أنت اليوم تمد يدك لنا لتتحدث أنك ستقف معنا لماذا لا تأتي إلى يافطة الشرعية التي أمن بها حملت المشروع الوطني وهي شرعية الرئيس المشير عبد الرب منصور هذا الرجل الذي يقود دفة حكم اليوم في اليمن طارق محمد عبد الله صالح يتم إنشاءه اليوم لا لشيء إلا لنشر الفوضى هذه الفوضى التي بدأ الإنسان العادي المواطن العادي البسيط الذي لا يستطيع أن يتحرك في مديريات الساحل ويكون في علم المشاهد الكريم أن معظم أبناء الساحل المتواجدون خارج مديريات الساحل ولو أخذنا مثلاً القاتلين هنا في مدينة تعز لا يستطيعون العودة إلى مديرياتهم بل يعود أحدهم ببطاقته الشخصية لماذا كل ذلك الترهيب لكل من يمكن لهذه الميليشيات القاتلة هذه الميليشيات التي كانت بالأبس قتلنا واليوم تريد أن تحكمنا نداء هذا التهميش اليوم الذي نحن نعيش به لسنا حملت المشروع الوطني فقط لكن أختي العزيزة أريد أن يفهم المشاهد الكريم والمتابعين للشأن في مديرية الساحل الغربي أن حتى المتحوثون اليوم يتم إقصائهم لو طرحت تساؤلاً لماذا يتم تعيين عبد الرحيم الفتيح تحديداً من خارج إطار الساحل ألم يوجد من المتحوثين من هو موجود في تلك المناطق لا لشيء إلا ليتم هؤلاء الناس وزرع الشحناء والبغضاء والحقد والكراهية اللي يتقاتل أبناء الساحل فيما بينهم وصولاً إلى أن تتفرغ هذه المناطق لسيطرة الميليشية كما تم سيطرتها على مناطق أخرى من خارجة الجمهورية اليمنية هذه المناطق أختي العزيزة اليوم تكتوي بكل النار التي نحن نلاحظها اليوم الأمراض تنتشر المدارس مغلقها الأمن منفلث انفلاة تاماً في هذه المناطق اليوم تسمع عن تفجير لمخزن سلاح في المخاء أو في الوازع لكنك لا تستطيع أن تتساءل ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لا لشيء إلا لأن الدولة غائبة غياباً تاماً في هذه المناطق إذا سمحت الأستاذ أمين فقط لنتوقف قليلاً عند بعض النقاط التي ذكرتها نعم لنتوقف قليلاً حتى نستوعب جميع المحاول التي نريد أن نناقشها ابقى معي سأعود إليك أن تقل ببعض الأسئلة التي طرحها عملينا الأستاذ أمين وربما طرحت عليك قبل أن أذهب إليه وهي ما هي الصفة الحقيقية لطارق صالح أليس مسيطراً عملياً على هذه المناطق كيف يتم القبول بذلك؟ من حيث المبدأ طارق عفاش وأي ميليشيا تنشأ خارج إطار الدولة ولا تتبع الجمهورية اليمنية ولا تتبع الشرعية ولا تأتمر بأمرها هي ميليشيا خارج إطار الدولة لكن الدولة حتى الآن لم تتحدث عنه وكأنه لا ندري ما هو السر في صمت الدولة شخص لا يعترف بك ويتحدث عن الجمهورية وهذا الذي يكرس أيضاً نظرة الغضب بالنسبة لنا كأبناء هذه المناطق الساحلية بأن الشرعية لا تلين الأهمية الوطنية على أقل إذا ما اعتبرنا بأننا جزء من هذه الخارطة الجغرافية والخارطة الوطنية الجمهورية اليمنية وبأننا جزء من الشرعية لماذا الشرعية حتى الآن تغض الطرف عن مناطق الساحل؟ هناك سؤال يفرض نفسها مثلاً تعيين مدير مديرية وتعيين مدير أمن وتعيين المكاتب التنفيذية لا يفترض بأنها تصدر بنظر الشرعية وبهتمام الشرعية وبمعايير الكفاءة الوطنية على الأقل يعني مثلاً على مستوى مدراء الأمن مثلاً أو مدير مديرية حينما يتم اعتقال مدير أمن أو مدير مديرية ألا يعني هذا الأمر مثلاً أن يعنى بالأمر وزير الإدارة المحلية أو يعنى بالأمر وزير الداخلية حتى الآن الميسري ولا عبد الرقيب فتح ولا حتى أي وكيل وزارة في هذه الوزارات يعني أصدرت تصريحاً أو اهتمة على الأقل ولو هامشياً مثلاً بهذه المناطق التي يتصرف فيها طارق عفاش وكأنه هو الحاكم بأمر الإمارات في هذه المنطقة لكن أستطيع أن أقول أيضاً بأن أبناء المناطق يعني اليوم أبناء مناطق ساحل تعز أيضاً ودعيني في هذا السياق أحييهم حقيقةً يعني يعني وأشد على أيديهم حينما خرجوا إلى الشارع ويقولون لا ويخاطبوا ويسططهم محلية ويخاطبوا الشرعية أيضاً وينتزعون حقوقهم التي هي يعني حقوق طبيعية بأن تكون مكتسبة يعني ما ذلك عن الفتيح يعني شخص يتهم أنه من القيادات الحوثية الفتيح هي يعني هو نموذج من نماذج التي يعني يعاد إنتاجها على حساب كثير من الأسماء الوطنية ذات الكفاءة وذات الرصيد الوطني الذي يفترض بأن تتبوأ هذه المواقع ناهيك عن أنه ليس من أبلاء المنطقة نفسه يعني اليوم حينما نتحدث عن معركة وطنية تستعد فيها المناطق اعتبارها التاريخي والوطني من جديد أصبح من حق المنطقة بأن ترشح من أبنائها من ذوي الكفاءة والقدرة والنزاهة والمعايير الوطنية بأن يتولى هذه المسؤولية المخالصة فقيرة بالكفاءات ولا موزع والوازعية ولا ذباب وكذلك الخوخة وحيس والدريهمي والتحيطة هذه المناطق حتى الآن لا تزال بعض المسؤولين يعتبروا يعني مكلفين تكليف ليمارسوا مهامهم وكأنهم يعني أوكلاء عن هذه يعني عن مسؤولين الذين لا يبالون يعني بمشاعر أبناء هذه المناطق هذه المناطق للأسف تعرضت للتكريف على مدى عقود من الزمن حتى الآن يعني نعاني فقر حقيقي يعني في مسألة يعني الكفاءات على مستوى كل المجالات العسكرية العليا القضائية والنيابة وعلى مستوى الدبلوماسي وناهيك عن هذه الأمور لماذا؟ لأننا كنا على مدى هذه العقود نخرم من حقنا في المنح الدراسية ومن حقنا في التعيين ومن حقنا في أن ندرس في الكلية العسكرية ولكن ومع ذلك هناك قوائم جاهزة وبالإمكان أن يرشح منها يعني هناك مثلا على مستوى المناطق الساحلية وعلى مستوى محافظة الحديدة هناك أكثر من ألفين اسم من خريقي الكلية المختلفة يعني حتى الآن يتم تهميشهم من قبل التحالف ومن قبل الشرعية واعتقد بأن أبناء المناطق الساحلية في تعز كذلك لديهم من الكفاءات أيضا ما يمكن أن يتبوأ هذه المناطق لكن أين اهتمام الحكومة الشرعية والقيادة الشرعية من هذه المناطق الساحلية لذلك يعني أعتقد بأننا نحن كأبناء مناطق ساحلية مدعوين بأن نوحد أصواتنا جميعا وأن نوحد لافتتنا جميعا بغض النظر عن الانتماء الإداري لمحافظتي الحديدة وتعز لكننا كما قلت أيضا للأستاذ أمين بأن جميعنا في الهم ساحل وكلنا في الإقصاء ساحل وكلنا في التهميش ساحل لذلك مطالبنا تتشابه حمومنا تتشابه أو قاعنا تتشابه ونتشابه جميعا في مسألة الإقصاء والتهميش الذي نتعرض له من قبل الشرعية لذلك لا بد أن يكون نداءنا واضح ومطالبتنا واضحة ولا بد أن يكون لدينا في الأخير برنامج تصعيدي أيضا لا بد أن يسمع الأصواتنا ربما تحدث الأستاذ أمين أن لديهم برنامج سيتم الإعلان عنه اتباعا أستاذ أمين يعني ذكرت في أحد منشوراتك أو أطلقت في أحد منشوراتك لقب طحنون تعز على محافظ المحافظة وهناك من رأى أنك قسوت على المحافظ كيف ترد أختي العزيزة أنا لم أطلق هذا اللفظ على الأخ محافظة المحافظة ولم أتحدث عن منشور بما تتحدثين عنه لكن أريد أن أطرح تساؤل الأخ محافظة المحافظة تم تعيينه من قيادة الشرعية بقرار جمهوري لكي ينفذ قوانون السلطة المحلية ومعظم القوانين التي تتحدث عن كيفية تعيين الوظيفة العامة واستنادا إلى مؤخرا ما يتحدث اليمنين عنه جميعا مؤتمر الحوار الوطني اليوم حينما يتحدث حينما أصدر هذا القرار الأخ نبيل شامسان محافظة المحافظة نريد أن نتساءل لماذا يتم يقبل قرار ولا يقبل الآخر أريد أن أنوه إلى ما تحدثين عنه أن قصة الأخ مدير مديرية المخ عبد الرحيم الفتيح أنا شخصيا وكل أبناء الساحل يعرفون أن تعيينه في هذه المرحلة لكي يقروا أبناء الساحل إلى جزئية بسيطة نحن في غنى عنها قضيتنا الأساسية والكبرى والاستراتيجية هي بسط مؤسسات الدولة ورفض أي تشكيلات عسكرية وأمنية في هذه المناطق لا تخضع لقيادة الشرعية مثلة برئيس القمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي وحملة المشروع الوطني الذي ضحى اليمنيون جميعا من أجله أختي العزيزة أقول لك وللمشاهد الكريم نحن اليوم حينما يتحدثون عن جزئية معينة أن فلانا أو علانا يريد أن يكون في تلك المناطق لا نحن نرفض رفضا قاطعا كل هؤلاء القتلة وكل هؤلاء الذين تلطخت دماؤهم بقتل أبناء الساحل ثم يعودون لحكم هذه المناطق نعم إذن أستاذ أمين يعني ربما أنتم الذين خرجتم لي بظهرات والذين تريدون تصعيد المسألة هناك من يصفكم بأنكم قلة أود أن أسألك عن رضى الناس عما يحدث في مديريات الساحل هل يقبلون ما يحدث فعلا قصة القلة والكثرة في خروجنا دائما من لديهم هدف يسعون لتحقيقه وخاصة في المناطق التي يسعى الاستبداد للسيطرة عليها يبدأ الثوار قلة قليلون جدا وأيضا ربما في بداية الثورة الشبابية التي خضناها كان الواحد مننا يتلثن ثم ينطلق إلى ساحة الحرية حتى لا تعرفه الأجهزة الأمنية والكلاب الموليسية التي كانت تحكم النظام السابق وفي الأخير حينما يكون هؤلاء الشباب الذين يخرجون إلى تحقيق أهدافهم يزدادون يوما بعد يوم تضطر الدولة العميقة هي من تتلثم وتتوارع على الأنظار نحن اليوم قلة لكن لسنا تلك القلة أتحدث الأخ عطاء أن مديريات الساحل ابتداءا من ميدي خلينا نقول يا أخي عطاء من ميدي وصولا إلى ساحل باب المندب مهمشين ونحن لا نستطيع ليست لدينا الأموال التي تدخها بعض القهات من أجل حجز هؤلاء الناس نحن خرجنا قلة ولكن حينما لم يستجب الأخ محافظة المحافظة للقاء هؤلاء القلة هذا سيكون وقودا لزيادة وهق التحركات والفعالية التي ستأتي لاحقا الأخ محافظة المحافظة ما زال عشمنا به أنه سيسعى إلى أن يتفهم مطالب أبناء الساحل وإن لم يتفهم نحن لا ضرارة معها سنتجه إلى الأجهزة الأخرى مثلتنا بمجلس الوزراء وقد نتجه إلى مؤسسة الرئاسة لأنها هي الجهة المخولة حينما لن نستطيع أن نصل إلى جهة أدنى منها أختي العزيزة اليوم قضيتنا في الساحل ليست قضية شخص قضية استعادة منطقة استراتيجية ومهمة جيو سياسيا لا أقول لتعز أو إقليم القاند بل لليمن بل لإقليم كله اليوم 25% من إنتاج النقطة العالمي يمر في هذه المنطقة اليوم العالم كله يأتي إلى هذه المنطقة بداية من فرنسا المتواجدة في جابوتي ووصولا إلى المناورات الأخيرة التي حدثت في جنوب هذه المنطقة ما بين إيران والصين من أجل أن يكون لهم موطئ قدم في هذه المناطق الأتراك موجودون في الصومال الإمارات تريد أن يكون لها موطئ قدم لكن ما أريد أن أنوه لا أن الإخوة الإماراتين نعم ضحوا معانا في هذا البلد وسكبوا دمنا في التحديد الشعب اليمني أختي العزيزة لا يمكن أن يتجاهل تلك الدماء الزكية التي سالت لأبناء الإمارات في ساحل تعز وخاصة تلك الأخ القائد الذي قتل مع السهبان أعتقد اسمه الكعبي لا أستحذره الآن هذا الشهيد ضحت به الإمارات لكن ما أريد أن أرسله للإمارات أيها الإماراتيون أنتم أحبابنا ما زلتم وستظلون لكن ما أريد أن أطرحه عليكم أريد أن أطرح تساؤل لماذا غادرتم جابوتي ولماذا غادرتم الصومال ولماذا أنتم تريدون أن تكرروا نفس الأخطاء التي خرجتم بسببها بين الصومال وجابوتي لتعيدون نفس السيناريو في اليمن إذا أردتم استثمار هذه المناطق فباب الشرعية فالشرعية تلوح لكم بأيديها هلموا إلينا ونحن سنعقد اتفاقية بلد ولكن يبدو أن اتفاقية ندية نستطيع من خلالها أن نستفيد جميعا نعم سأعود إليك أستاذ أمين أستاذ وديعي ربما تحدث الأستاذ أمين عن موقف محافظة المحافظة ودوره كيف تعلق أنت خاصة وأود التنويه أيضا لأستاذ المشاهدين أننا حاولنا التواصل مع أستاذ رشاد الأكحلي وكيلوز محافظة تعزلي شؤون الساحل ولكن لم يرد مع الأسف كنا نود أن نسمع رأيهم فيما يهم فيما تعلق بالمحافظين أعتقد بأنهم اليوم هم أمام فرصة تاريخية وطنية حقيقة ليقوموا بدورهم تجاه رعاياهم ومواطنيهم على الأقل وإن تعذر بعضهم بأنه ليس لديه الدعم الكافي من الشرعية لكن نقول بأنه بأقل التحركات الممكنة سيزرعوا نوع من الثقة في الشرعية في نفس الناس النسبة حاجة فقط إلى من يعيد اعتبار الوظيفة العامة اعتبار المواطن كرامة المواطن نشهد من حين إلى آخر انتهاكات حقوقية سجون خاصة في هذه المناطق التي يقال عنها محرراميين التحيطة والدريهمي وصولا إلى يعني من حين إلى آخر نسمع عن مواطن مثلا تم تعليمه حتى فقئة عيونه يعني تخيلي في الدريهمي من قبل أحد ألوية العمالقة فقط لأنهم اشتبهوا فيه وقبل فترة سمعنا كذلك عن اعتقال مدير مديرية رئيس مجلس محلي في التحيطة فقط لأنه هناك وشاية من قبل بعض يعني الناس الذين هم على خصومة سياسية معه بأنه يتخابر مع الحوثيين نحن لسنا ضد يعني القانون في أي منطقة لكننا نطالب بأن ينفذ القانون مع وجود مؤسسات الدولة ومع وجود مسؤولية الدولة الذين هم يتمتعون بكل الثقة ويتمتعون بكل معايير الكفاءة والاستحقاق لهذه الوظائف لكن أن يتم يعني الترشيح من قبل طارق عفاش لمحافظة عز أو لمحافظة الحديدة ثم يتم الضغط عليه إعلاميا أو قهويا أو حزبيا بسبب أن هناك مثلا كثرة ما يعني لأتباع وأدوات عفاش في هذه المناطق ثم يتم التعيين والتكليف فهذا غير مقبول لن يكون مقبول يعني أخلاقيا ولن يكون مقبول شعبيا لأنه لو قبل الناس اليوم فإنهم فقط تحت يعني تحت تعديات السلاح وقهر السلاح وقوة الميليشي التي تسيطر على هذه المناطق لكن هناك يعني رسالة لا بد أن نقولها يعني بأن الناس حينما يلتفون حول قيادات محلية وطنية حقيقية فإنه لن يستطع أن يفعل طارق عفاش أي حاجة لنظم مثلا بالخوقة الخوقة التي التفت اليوم حول أحمد الكوكباني لتمنع مثلا تدخل طارق عفاش في بعض التعيينات أعتقد بأنه يعني حالة دون أن يتدخل فعلا طارق عفاش في هذه المنطقة ومع أن هناك محاولات حقيقية للمحافظ أن يوازن في مسألة التعيينات على مستوى مديرية الخوقة لكن هناك سؤال أيضا يتعلق بمسألة مديرية حيس بأن هناك قرارا قديما بتعيين مدير أمن هذه المديرية وحتى الآن لم يتم يعني تمكينه ممنمها ولذلك نشد على يد المحافظ بأن ينفذ القانون وأن يعيد مؤسسة الدولة سواء بسواء في كل مديريات يعني محافظة الحديدة وبالمقابل كذلك أيضا نتمنى بأن أبناء المناطق يعني الساحلية من محافظة التعز يلقوا والاهتمام الحقيقي الذي يليق بتضحيات شبابهم وتضحيات رجالهم وبطولاتهم التي يعني افتدوا بها أرضهم وكانوا عنوين حقيقية يعني بعضهم برز على هذه يعني في هذه المعارك الوطنية وكانوا يعني أسماء جديدة يعني على المستوى الوطني وعلى المستوى المقامة وعلى مستوى القيش يعني الذي هو اليوم ينتمي إلى العمالقة ويحسب من حين إلى آخر على المنطقة العسكرية الرابعة نحن نتمنى بأن المحافظين في الحديدة وتعز يحترموا اللحظة التاريخية التي هم الآن فيها بأن يوازنوا لا إفراط ولا تفريط أيضا لا إفراط ولا تفريط وبدون منحابة على حساب حاجة الناس وعلى حساب الحاجة الأخلاقية على الأقل لاحتياجات الناس هناك احتياجات صحية هناك احتياجات تعليمية هناك احتياجات خدمية على الأقل نخترى الأكفاء والأنزه وذوي الأمانة لكن يعني أن يفاجأ الناس بمن كانوا متحوثين أمس وكانوا سببا في اعتقال أولادهم وكانوا سببا في نزوح يعود إنتاجهم من جديد ويعودون من بوابة الوطنية يعني مع الأسف من أكثر بوابة وهي بوابة طارق عفاش الذي كان باع الجمهورية وباع الوطن واليوم يعود بأموال الإمارات ودبابة الإمارات ليفرض هؤلاء الأذناب على الناس من جديد هذا لن يكون مقبولا تأريخيا ولن يكون مقبولا شعبيا ولن يكون مقبولا أخلاقيا نعم لو سألتك أستاذ أمين كيف تقبل الشرعية مثل هذا الأمر فعلا عودت من كانوا متحوثين بالأمس من بوابة طارق عفاش طارق عفاش الذي تكلم مرارا وتكرارا بأنه لا يعترف بشرعية هذه بطريقة أو بأخرى يعني وجوده حتى الآن لم يصنف من قبل الشرعية بأنه ميليشيا وبأنه خطر يعني يجعلون المسألة بين البين وكأنهم يقولون إن حرر فعلا هذه المناطق فبها ونعمة إن لم يحررها فهو ميليشيا ما الذي تريده الدولة بالضبط أو الشرعية بالضبط بالنسبة لتعامل الشرعية طارق عفاش تحديدا وإلى ما يدور هناك من تقاهل أو ربما سيناريو معين قد يظهر شخصيا أريد أن أتساءل الأخ طارق محمد عبدالله صالح هذا يتكي خليني الآن أتحدث بصفتي أحد المناصرين لهذا الشخص طارق محمد عبدالله صالح يتكي على موروث من الدولة حينما كان يدير جهازا أمنيا حينما كان عمه وأسرته تدير هذا البلد هل يرضى لنفسه أن يعيد نفس الأخطاء التي ارتكبتها أسرته حينما كانت تقبض سيطرة على هذا البلد وانهارتها يعرف ما هي الأسباب التي أنهارت هذه الدولة بسببها حينما كانت دراعات الممن يتشدقون بوطنيته وما إلى ذلك الإخوة في الشرعية حينما اليوم يتعاملون في المنطقة الرمادية ما بين الأسود والأبيض في تعاطيهم مع طارق محمد عبدالله صالح والتشكيلات الأمنية والعسكرية التي تكون هناك في ساحل في ساحل الغربي ابتداء من الخوخة أو ربما أبعد من ذلك في التحيط وصولا إلى الشريط الساحلي بأكمله إلى حدود محافظة لحك هذه التعامل حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أبرره ولكن ربما لو بصفتي مراقبا وابن هذه المناطق اليوم يتنامى في هذه المناطق كما تتحدثين أشبه بوعي يتنامى يوما بعد يوم أن هذا الرجل الذي كان يقود فرقة القناصة ثم أتى ليدير هذه البلاد سيتصدى له الناس لكن متى؟ سيتصدى له الناس تحت إطار الشرعية اليوم نحن حينما نتحدث وعلاقتنا بطارق محمد عبدالله صالح تحدده الشرعية ممثلة برئاسة الجمهورية تحديداً للأخ رئيس الجمهورية المشير ركن عبدالرب منصر هادي ونحن سنكون سانداً وعون الله نحن لن نتصدى لهم لأننا بسطة ولأننا لا نمتلك أي شيء لكن هذه اليافطة التي سنتحرك لن نتنازل عنها ضحينا بالغالي والنفيس زحيقة أرواح أبنائنا هي الشرعية هي من تحدد هذه العلاقة سواء مع طارق أو من يدير طارق أو من يدير من يدير طارق هذه المناطق الجيو استراتيجي المهمة جيو سياسياً وستراتيجياً هناك تشابك دولي ومصالح دولي والبريطانيين بدأوا يتحدثون عن هذه المناطق ولعلنا تابعنا قبل فترة ماذا تم تسريب من مكتب توني بلير حينما تحدث عن هذه المناطق الهامة يجب أن تبقى مناطق للصراع أسئلة كما أنت تطرحيها علي أنا أتوجه بها إلى هرم السلطة وكل ممثلي السلطة من الرئاسة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الوزراء إلى السلطة المحلية في آخر دقائق للأقمار الصناعية سمح ليستدامين أن أسألك ما هو دوركم أنتم كشباب ترفضون هذا الواقع كيف يمكن توعية من يعيشون تحت سيطرة هذه الميليشيا ما الذي يمكن تقديمه يا عزيزتي دورنا لقد كفانا هذا الدور طارق محمد عبدالله صالح وميليشياته فهو يقوم بالتوعية اليومية من انتهاكات تتزايد من إخفاء قصري من السطو على ممتلكات الدولة هؤلاء الناس أبناء تهامة تحديدا هم من يسري في عروقهم جين الزرانيق ومن يسري في عروقهم الأجيال القديمة التي استطاعت أن تقول لكل المحتلين ودفنتهم تحت رمال الساحل الغربي أبناء تهامة وابناء الساحل الغربي هم يدركون تماما أن هذه المناطق التي اليوم يكتوون بنارها بعد أن حررها أبناء هذه المناطق يكتوون ونحن لا نوعيهم لكن أخطاء طارق والتشكيلات الأمنية والعسكري هي من توعيهم أكثر منا اليوم يتواصلون معنا سرا ويقولون أننا أنتم تتحدثون علنا لكن نحن من يبكي ونتألم لكننا لا نستطيع أن نتحدث هم سيتحدثون لكن تحت إطار الشرعية وما تريده الشرعية سيكون هؤلاء الناس عونا لها ولا أعتقد أن الشرعية ستفرط في هذه المناطق سواء كان ديموغرافيا أو ديموغرافيا ستضطر هذه الشرعية ولا أعتقد أن الناس ستضطر بل من أولويتها أن تسيطر على هذه المناطق الهامة وهي شريان الحياة وهي شريان انفتاح إقليم القلند على العالم الخارجي نعم إذن شكرا جزيلا لك أمين المشولي الناطق رسمي لملتقى وجهاء أبناء ساحل تاعز كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك من تعز عود إليك أستاذ ودي أستاذ ودي يعني لو تحدثنا أنت ربما بداية الحلقة تحدثت عن أن هناك شباب فعلا دفعوا أرواحهم في سبيل تحرير الساحل وأتى طرق عفاش ليسرق هذا النضال لو سألتك أين تقف هذه القوى الآن وتحرير الساحل الحقيقية أين هي؟ نعم للأسف هذا السؤال ذو شقون حقيقة لأن قوى المقاومة التهامية التي كانت قد تداعت وذهبت وكان الناس يتداعى بالمئات بل بالآلاف لتجيش في ظن كتائب المقاومة التهامية أو ألوية العمالقة أو ألوية الزرانيق اليوم الإمارات استطاعت أن تقرف بعضها كذلك وأن تفكك بعضها وأن تستخدم بعض الخلافات التي تحصل عن طريق الاستقطابات تخيل مثلا المشرفين العسكريين الإماراتيين على مستوى الساحل الغربي لا يتعاملون مع قيادات الألوية بقدر ما يتعاملون كذلك مع قيادات الكتائب ويستقطبوا قائد الكتيبة الفلانية على حساب قائد اللواء ثم يتم تكبير بعض القيادات الشابة على حساب قيادات ذات أقدمية وذات أولوية من حيث التضحية ومن حيث السبق إلى الميدان يعني السبق إلى الميدان اليوم الإمارات اللواء الذي لا يريد أن يعمل مع طارق عفاش ولا يعمل تحت قيادته تقوم بتوقيف رواتبهم وتقوم بسحب المعدات وتقوم بتوقيف كل الاعتمادات التي قد اعتمدتها لهم سابقا يعني تخيلي هناك حوالي أربعة إلى خمسة تقريبا ألوية تم تدريبهم في عصاب وتم تدريبهم في الساحة الغربي على مدى سنة وسنة ونصف تقريبا اليوم لأنهم قالوا لا بقياداتهم يعني مع طارق عفاش تم توقيف تم تفكيكهم تماما يعني كثير من هؤلاء الشباب تحت وطأة الحاجة للمعيشة وتحت وطأة الحاجة على الأقل يعني كبعد وطني يعني ليستمروا في مسألة تحرير أراضيهم يعني ذهبوا لينضموا إلى ألوية العمالقة أو حتى إلى ألوية طارق عفاش مع احتفاظ كثير من قياداتهم لمواقفهم المبدئية التي ترفض الانصيح على طارق عفاش فيما يتعلق كذلك في القانب يعني الآخر أيضا هناك ألوية العمالقة التي أيضا تتبع الإمارات الوية العمالقة أيضا لها قسمين يعني بعض منها ما هو مؤدلق ويتبع الإخوة السلفيين بعضهم دماجيين يعني بعضهم من هو ذا ببعد وطني حقيقي من تمسك بالأرض ومحافظة على ما قدمه من تضحيات حتى الآن ويريد أن يكون وفيا لقضيته وفيا لدينه وفيا لوطنه لكن بينما هناك للأسف من استطاعت الإمارات أن تستقطبهم على حساب المبادئ على حساب يعني حتى المبادئ الدينية التي يعني كانوا يعني يعني يسويقون أنفسهم بها اليوم أصبح هناك من يسابق يعني يذهب إلى طارق عفاش من هؤلاء السلفيين مقابل أن هناك سلفيين وطنيين كذلك ونحن لا نشك في الجميع اليوم هناك أيضا صنف آخر يعني الذين هم يعني مقاومة هامية خالصة تحاول أن تخطب ود الشرعية شوفي الموضوع كيف عكس يعني أصبح الآن أصبح بعض القيادات التهامية من أبناء أتهامة تذهب إلى الرياض وتذهب إلى قدة لتبحث عن وزارة الدفاع لتبحث عن رئاسة القمورية لتبحث عن نائب رئاسة القمورية لتطرق الأبواب لتقول لهم احتووا القوة التهامية يعني اليوم هذه القوة التي أصبحت بدر رواتب من الإمارات أو من التحالف بشكل عام تتفرج عليها السعودية اليوم أصبحوا يتمنوا بأن تحتويهم الشرعية هناك أيضا قيادات أيضا ضحكت عليهم الإمارات وتستطاعت أن تستدريقهم للأسف وقعلتهم يرفضون ترقيم حوالي عشر ألف رقم عسكري تم اعتمادهم من قبل الشرعية في وقت ما لكن الشرعية وكأنها تعطيهم هذه الفرصة وكأنها خلاص سحبتهم وليس من حقهم أن تعيدها إليهم اليوم هذه القوة التهامية بحاجة إلى من يحتويها بحاجة إلى من يؤطرها من قديد تحت قيادة وزارة الدفاع اليوم نقول بأن محور الحديدة بقيادة اللواء عمر سيقاف لا يزال بحاجة إلى أن تطبع أموره بأن يتواقد على الأرض بأن يقود معركة تحرير الحديدة وما بقية من الحديدة وأن يتم الاستغناء تماما عن دور طارق عفاش كونه قال معركته استعادة صنعاء ودحر الحوتي إذن فليتم تنسيق هذه القهود كلها تحت إطار وزارة الدفاع تحت إطار الشرعية لكن مع الأسف نشعر بأننا كأبناء مناطق ساحلية بشكل عام وكأننا نقدف في الماء يعني نقدف في الهواء الرئيسة الجمهورية شخصيا هو من يقود هذا التهميش وهو رمز هذا الإقصاء لنعتبر هذه رسائل أتهمه للأسف بأنه يتعمد كذلك بأن يصنع غضبا شعبيا في هذه المناطق الساحلية وأن يتجاهل هذه المنطقة الساحلية المهمة استراتيجيا نتمنى بأن هناك عقلاء حوله يوصلون إليه أهمية هذه المنطقة هذا ما نرجوه أن تكون هذه الرسالية ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا لك ودي عطا الصحفي والناشط السياسي كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكركم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمنين جديد كونوا برعاية الله وأمن اشتركوا في القناة